صباح الخير أو مساء الخير لمشاهدين حول العالم ونرحب بكم في صندوق النقل الدولي ومقرية في واشنطن دي سي أنا أكترسين أوموسو من إدارة التواصل في الصندوق وسنتحدث عن الأزيد من الأزمات في هذا الوقت لنبدأ الاجتماعات السنوية يسعدني أن أقدم لكم مقابلة ومحادثة بين المدير العام للصندوق النقل الدولي كريستلينا جيورجي ريفا ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد ملت السيدة كريستلينا تفضلي ديفيد مرحبا بك من الجيد أن نبدأ هذا الأسبوع معا في الاجتماعات السنوية هذه المرة الأولى منذ ثلاث سنوات حيث الاجتماعات السنوية تكون بشكل شخصي ومن المهم أن نأتي هنا إلى واشنطن في هذا الوقت الصعب والمعقد في السنوات الماضية عانينا من أحداث لا يمكن التفكير فيها كانت لها تحولات والغزو الروسي لإيرانيا والجائحة والعواقب الوخيمة التي نتجت عن ذلك الكوارث المناخية في كل القرارات وكل ذلك دفع الشعوب إلى مكان صعب أنهم يشعون بالإرهاق وعليهم التعامل مع أزمة تكلفة المعيشة ما نراه ربما هو تحول جوهري في العالم في العقود الماضية الذي كان يمكن التنبؤ به مع نظام دولي اعتمد على القواعد وتضخم الخفض وأسعار فائدة من الخفض إلى عالم أكثر تقلبا وأكثر هشاشة وله عواقب وتبعات لابد أن نتعامل معها في هذا الأسبوع في واشنطن من الصعب على الجميع في كل مكان ولكن خاصة للشعوب في الدول النامية أو البلدان النامية أريد أن أبدأ هذا النقاش بسؤال لك ما هو في ذهنك الآن وموظف البنك الدولي ونحن ندخل في هذا الأسبوع شكرا يسعدني أن أكون معك كريستالينا هذا هو الحالة الأول وأشعر بالطاقة الكثيرة فيما يتعلق بالتعامل مع المشاكل ولكن علينا أن نضع الأمور في سياقها من ناحية الخطورة وإمكانية حدوث ركود العام القادم الاقتصاد المتقدم يتباطأ في أوروبا وسنرى أين سيدها في العام القادم ولكن أيضا انخفاض أسعار العملات معناه أن مستوات الديون أكثر مشاكل وارتفاع سعار الفائدة يضيف هذا العب وطبعا التدخم عبء الجميع بما في ذلك الفقراء البنك الدولي لديه بيانات كثيرة وقمنا بتقرير الفقر الزبوء الماضي الأول مرة منذ عامين وأظهر أن سبعين مليون شخص دخل في خط الفقر وأمر مقلق أيضا انخفاض 4% في الدخل فلو فكرنا في الرفاهية المشتركة وهو هدفنا هذا لا يحدث هناك عكس لهذه الهدف فأعتقد أن هناك أزمة تواجه التنمية الاقتصادات المتقدمة به كثير من الرأس المال وهناك اقتراض كبير من قبل المؤسسات الكبرى والبنوك المركزية تشتري السندات من الدول المتقدمة فقط هذا يضع ضغط على التنمية على المستوى الكلي وأيضا من جانب الفردي نرى المشاكل التعليم والطاقة وانقفاض الطاقة ونقص الأسمدة والمحاصيل الغذائية إذن مشاكل كثيرة ونحن دائما نتحدث عن الحلول هذه أريد أن أسألك أنت أيضا كيف ترين القوة يمكن أن نتحدث عن الأمور التي يمكن القيام بها ولكن أحد رغباتنا الأسية هل نرى مزيد من الموارد تذهب إلى العالم النامي طبعا أتفك معك في أن مخاطر الركود ارتفعت لقد حسبنا أن حوالي ثلث اقتصاديات العالم سيكون له يواجه ربعين سنويين من النمو المنخفض هذا العام والعام القادم وأن الحجم الإجمال الذي سيتم مسحه بسبب طباط الاقتصاد العالمي سيكون بين الآن وعام 2016 أربعة تريليون دولار هذا حيز أو ربما حجم الإجمال الناتج المحلي لألمانيا وعندما ننظر إلى الصورة نحن نسأل ما هي المحركات وما الذي يقود ذلك وما الذي يمكن أن نفعله المحركات طبعا قوة تعطيل التي تحدثت عنها تأثير الجائحة على سلاسل الإمداد والحرب العبثية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتعطيل كبير واختلال كبير في عمل الاقتصادات الأسعار التي ترتفع والتضخم الذي يزداد ارتفاعا بشكل كبير هذا يتطلب تجديد الظروف أو القيود المالية التي ربما تصارع بشكل لم يكن في الحزبان عندما ننظر إلى هذه الأمور إذن ما هذه التبعات أو ما تبعات ذلك نرى أن هناك تباطئ في الاقتصادات الكبرى الثلاثة منطقة اليورو بسبب ارتفاع أسعار الغاز الصين بسبب تعطيلات الكوفيد وأيضا تقلبات أسعار أو سوق أو قطاع العقارات نرى مشاكل كبيرة في الصين تسحب النمو إلى أسفل وفي الولايات المتحدة طبعا هناك سوق عمل قوي لذال حتى الآن ولكن هناك خسارة في الزخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي بدأت في تسبب في الألم بسبب هذه السؤال في أذهاننا اليوم ما الذي يمكن أن نفعله ما نطلب أو ندافع عنه هو عمل في ثلاث نواحي السيطرة على التضخم لا نستطيع أن نتحمل أن يكون التضخم منفلت وبالتالي إذا لم يكن لهم بأعمال قوية في هذا الصدد سيكون لك مخاطر كبيرة ولكن هذا مجال صعب العمل فيه لأنه إذا لم تفعل ما يكفي من أعمال تواجه مشاكل وطبعا تضخم له تكلفة كبيرة خاصة على الفقراء ولكن إذا قمت بالتجديد أكثر من اللازم ستكون هناك ركود بشكل واسع علينا أن نفكر في الدولار القوي الذي يأتي مع تجديد الظروف المالية وكيف يؤثر على الدول النامية وربما أنت لديك بعض الأفكار في هذا الصدد ثانيا من المؤلم بالنسبة للشعوب فبالتالي الدعم مطلوب والمساعدة مطلوب ولكن هذا الدعم لابد أن يكون موجه لأنه إذا لم يكن موجه نحن نضيف المزيد من الوقود إلى حريق التضخم إذن العمل النقدي والمالي هذا العام هو أمر أساسي وإلا سيكون هناك سياسة نقدية تكبح الجماح والسياسة المالية تضغط على دواسة السرعة وهذا ما لن نريد أريد أن أسمع منك أكثر لابد أن نضم القوى لنساعد الاقتراضات النامية التي أديرت أكثر من غيرها من خلال تضييق الظروف المالية أن تتحدث عن عدم توفر رأس المال للمساعدة وأيضا أن نخرج خطر أزمة المديونية أو ندخلها تحت السيطرة وإلا ليس فقط الدول المتأثرة ستعاني ولكن العالم ككل سيعاني ليست صورة وردية إذن ولكن لو تضافرت الجهود وعملنا بشكل معا يمكن أن نخفف الألم الذي سيوجهنا في عام 2023 هذا صحيح وهذا جهد من المجتمع الدولي أحد الأمور هو زيانة الإنتاج والنمو وهذا يبدأ عادة من الاقتصادات المتقدمة لديهم المزيد من رأس المال والقدرة في تطبيق هذا الرأس المال أو استعمال هذا الرأس المال لتخفيض التضخم وأنت على حق في هذا الصدد هذا أمر هام للغاية الأسواق تنظر الأمام أحد الأمور هو أنه لو كان جهد منسق لتحديد سياسات النمو الذي يضيف إلى العرض هذا سيؤدي إلى التطرق إلى بعض الهواجز الخاصة بالتضخم والتوقعات الضخم وهو أمر من المهم السيطرة عليه علينا أن نقول نقطة البدء هي أن كانت أسعار الفائدة كانت منخفض أكثر من اللازم في بداية الأزمة في بعض أنحاء العالم بعض أسعار فإذا تذهب أو بدأت في الصعود إلى المستوىات المعتادة وعندما نفكر في تنفقات رأس المال أعتقد أنه لابد أن يكون لك عادة تفكير من قبل الاقتصادات المتقدمة على الأساسيات أن يكون لك قيود على المديونية من الصعب التفكير في نموه في العالم حيث مجموعة صغيرة من البلدان لديها حد أو مقدار كبير من الديون أثناء الأزمة أو بعض الأزمة لأنه عندما تفعل حكومة ذلك هذا يأخذ من الموارد المتاحة هناك أيضا الموضوع الذي تحدث عنه وهو أن البنوك المركزية تشتري السندات وأمر لم يتم حتى عام 2009 تشتري السندات من الاقتصادات المتقدمة فقط هذا يخلق تحيز في الأطر التنظيمية أيضا والرأس المالية حوال العالم وهو يكون ضد مصلحة الدول النامية وهذا يأخذني إلى ما ذكرته حول الحاجة إلى توجيه الدعم وإلا لا يوجد هناك حيز مالي عام كاف كافي سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الدول النامية لا يوجد هناك دعم للجميع وإلا الموال ستنفذ البنك الدولي يعمل حول البلدان النامية المفهوم الأساسي الذي نقوم به هو دعم الأحوال الطارئة مثلا نفعل ذلك الآن مع برامج الغذاء الكبيرة وأيضا نحاول المساعدة البلدان على أن يكون لديها سياسات أفضل بأن يكون هناك دعم أقل للشرائح العالية ومزيد من توفير التمويل الشامل للنساء والشركات الجديدة والشركات الصغيرة أيضا في اقتصادياتهم هذا يصير مع كل دولة على حدب بحيث يكون هناك برامج قوية لذلك وعلينا أن نعمل بسرعة الآن لخلق الحيز اللازم لمشاكل المناخ الذي تواجه الكثير من الدول النامية على الأقص أريد أن أعزز ما ذكرته وأثني على البنك وموظف البنك في أي شيئين أولا السرعة التي قمتم بها بتوفير الموارد للتعامل مع أزمة الغداء 30 مليار دولار التي تحتموها ستقطع شوطا طويلا باتجاه مساعدة البلدان 48 بلد تأثرت بشكل كبير من عدم الأمن الغدائي قلبي يدمي لأنني أرى العالم مرة أخرى يشاهد زيادة في الفقر وزيادة في الجوع وسوء التغذية في صندوق النقل الدولي نحن نسميه الخط الثالث للدفاع نريد منح للمساعدات الإنسانية ونريد البنك الدولي وأنت تفعل ذلك بالفعل أيضا يتجاوز هذا المساعدة وتوفير التمويل لحاجات الموازنة العامة هناك نافذة مواجهة صدمة الغذاء للدول التي أضيرت إما لأنها لا تستطيع تصدير الدول مثل أوكرانيا أو لأنها لا تستطيع استيراد الغذاء مثل كثير من الدول في دول جنوب الصحراء في أفريقيا هذا يتعلق بالغذاء والطاقة والأسمدة وبالتالي يؤثر على الحيز المالي في نفس الوقت هل تعلمي ما هو الرقم الذي نتحدث عنه نحن ننظر لتقديرات التأثير الآن على وجه التحديد تحدثنا عن موضوع الغذاء ونظرنا فيه لماذا لأنك تموت إذا لم يكن هناك توافر الغذاء هذا أمر ليس سهل أو نحن هناك تسعة مليارات دولار نقص في ناحية تغطية الموازنة العامة لهذا الموضوع فقط والآن نبحث في تأثير ذلك على الطاقة والبلدان النامية ولكن أنت أثرت إلى أشرت إلى نقطة بأن البنك أيضا يعمل في مجال المناخ وأنا أهنأك على أنت وموظفيك والكل في البنك على التعامل مع هذا الموضوع أريد أريد أن أكون واضحة تماما حول هذا الأمر من السيء أن يكون لدينا تضخم ولكن سنبقى كبشر وسنتعافى طبعا الركود سيكون أمر سيء لأنه سيؤثر على الناس خاصة الفخورة ولكن يمكن أن نبقى كبشر ولكن لا نستطيع أن نبقى كبشر مع أزمة المناخ إذن الحشد الآن والتعبئة من اليوم من أجل الغد الأكثر صلابا هو ما يجب أن نفعله لقد قمنا بزيادة عملنا في الصندوق أريد أن أشكر دعم البنك للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة لقد وعدنا أنه سيعمل في أكتوبر وديفيد أستطيع أن أقول للمشاهدين والمستمعين أننا سنوفي بهذا الوعل هناك برامج موجودة في الفعل في باربيدوس وكوستاريكا وغرانا واندا وسنستمر في عملك التحليلي لتوفير ما يلزم لمساعدة البلدان على مواجهة صدمات الخاصة بالغذاء والاستعداد للمستقبل أريد أن أسألك الآن نحن هذا الأسبوع سيكون هناك نقاش مكثف ما الذي يعني نجاح الاجتماعات بالنسبة لك من منظورك حسنا حسنا نعم هناك أوكرانيا وهو اجتماع مهم وأود أن أعود إلى ما قلناه فأنا عمل في البنكمون ثلاث سنوات ونصف فنحن نقوم بتقديم التمويل وحققنا تمويلاً كبيراً في عام 2020 في هذا العام المالي 3.9 مليار دولار 32 مليار ومن الواضح يبغي أن يكونك جهود عالمية كبيرة لذلك أنا سعيد بأنك أسرتي هذه المسألة التشخيصية فنحن نركز بشكل كبير على مساعدة البلدان لكي تفهم ما يمكن أن تفعله ونبغي أن تفعله بالنسبة للتكيف وتخفيف الآثار هذا فيما يتعلق بما يشكل التشخيص الأساسي لتغير المناخ على مستوى العالم فهو مجهود مشترك يفذله البنك مع الأطراف المعنية وقد ذكرت بردان أساسية كوستاريكا وبربيدوس ورواندا ولكننا أيضاً نقوم بشكل كبير في بلدان المتوسطة الداخل مثل بيتنام وسيكون هناك أيضاً تعاون مع الصين في المستقبل وهذا أساس كيف يمكن للعالم أن يتحرك قدماً وأود أن أذكر أن الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضية كانت دعمة كبيرة لهذه الجهود وأن تحدث عن التكنولوجيا النظيفة لذلك نحن نرحب بذلك والبنك الدولي لذلك الكثير من سندوق الاستئمان التي يمكن أن تتوفر لديها الموارد والعمل في مجال المناخ نحن الآن نقوم أيضاً بإطلاق مشروع آخر وهو إجراء خاص باستدامة المناخ ولكي نتمكن من جمع الأموال من العالم لمواجهة تغير المناخ وأحد التحديات هو وجود مشروعات لها تأثير فنحن نرغب إلى تحقيق النتائج والناس يعملون على مستوى البنك من أجل تحديد التغيرات التي ينبغي القيام بها كيف يمكن أن نعمل مع جنوب إفريقيا على سبيل المثال وأيضاً في القائمة لدينا مشروعات أخرى وهناك حاجة إلى مول كبيرة من المجتمع الدول العالمي للقيم بذلك بطبيعة الحال نحن علينا أو نحتاج إلى التحرك أحد المجالات التي نحن نحتاج إلى أن نشترك فيها هي أن نوضح أن مزيد من رأس المال كما قلت ينتقل إلى أسواق السعيدة والنامية واليوم لقد أنفقنا كمجتمع عالمي مبالغ طائلة على قضايا التكيف مع المناخ وتخفيف آثاره ولكن ما يحتاجه العالم هو 3.6 تريليون دولار نحن لسنا قريبين من ذلك كيف يمكن أن نعمل معاً من أجل أن نقدم دعم السياسات وقدرتكم على التركيز على ما يحقق النجاح من جانب الاستثمار من أجل نقل الأموال الخاصة لمعالجة التحديات المناخية لأن إذا كانت الأسواق السعيدة وبلدان النامية تعمل على ذلك فلا يهم ماذا التي تقوم به البلدان المتقدمة لأن النمو واسع النطاق ويتسع هناك في العالم النامي وأرى فرصة كبيرة للتعاون في هذا المجال وبالفعل أرى فرصة من خلال الاجتماعات ديفيد بالنسبة لنا لكي نبين أننا معاً يمكننا أن نركز بشكل أفضل سياساتنا لنحقق تغييراً ومعاً يمكننا أن نعمل بشكل متبادل لتحقيق الاستقرار الاستقرار الاقتصادية العالمية ومواجهة احتحادية المستقبل نعم بالنسبة للدول الهشة ومسائل الدين فيما يتعلق بالمناخ هناك تطبيق مباشر لذلك فالبنك الدولي يمكن أن يساعد من خلال الاستفادة من موارده فأعطيك بعض الأرقام لا أعرف إذا كنت تعرفين البنك بشكل جيد جداً 2.6 مليار دولار 20.6 مليار دولار وقد استفدنا منها من خلال الاستفادة من آي بي آر دي وأيضاً المؤسسة التنمية الدولية التي تقترد من الأسواق الدولية هناك جوانب مباشرة لما يمكن أن نفعلها البنك ولكن أيضاً فإن على مدى حياة البنك الدولي فقد التزم بمبالغ طائلة لتلبية الاحتياجات التي تصل إلى نتا دولارات وهناك بعض التقديرات التي تقول أن الرقام أكبر بذلك للتكيف مع المناخ وتخفيف آثاره لذلك أعتقد أننا في حاجة إلى أن ننظر إلى المجال الثاني ويمكن للبنك الدولي أن يقوم بهذا العمل وأيضاً يبغي أن نفكر معاً بالاتخاذ أجراءات كثيرة أيضاً هناك البرامج الموجودة لدينا على سبيل المثال في بلدان مهمة وهناك ربما مليارين أو ثلاثة مليارات هي قيمة البرامج وما تحتاج إليه وقد أشير إلى ذلك من قبل هناك ثلتمائة مليار من أجل معالجة هذه القضايا نعم ذلك يمكن أن يأتي من الأموال العامة وإتاحة المجال للأموال الخاصة بشكل كبير لن أتفاقت من التمويل العام ولكن أعتقد أنني يصرني أو أهتم بأن أفكر بشكل مختلف في كيفية الاستفادة من طريقة قياس تأثير الأموال العامة والتوجه لما قلته من أجل تصحيح ما يحدث اليوم حقيقة هو أن التمويل الخاص يتحول إلى مناطق العالم الأقل خطورة ولكن حقيقة ما نحتاجه هو المال حيث تكون كمشكلات حادة إذن نحن نتطلع إلى كل السبل لتحسين والتوسع في الموارد ونحن نعمل بفعالية الآن وهناك البلدان المانحة التي توفر الموارد للإنفاق وأيضا نضمن أن البنك الدولي يضمن تحقيق بعض المشروعات ولكن التحدي في هذا المجال هو أن نحدد أين تكمن المخاطر مع المقردين وهي البلدان الأغنى وأين تنفق هذه الأموال إذن نحن نتقابل مع المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة أود أن أذكر أسألك بالنسبة للمشكلة هناك بالنسبة لشمال إفريقيا والساحل هناك تحدي كبير هناك ولذلك في حاجة إلى أن تحرك بشكل عاجل لإيجاد الموارد لهذه البلدان وهذا يعني من المؤسستين ومن كل مؤسسات العالم أيضا التي يمكن أن تضيف لهذه المجميع فهذه المشكلة وأرقام الديون أيضا متزايدة وتشير تقديرتنا إلى 2020 بلدان أيضا وهذه بلدان الأفقر عليها أن تضع 44 مليار دولار من أموالها بعضها يأتي من المؤسستين من أجل أن تقوم بسداد ديونها للدائنين ومعظمها في البلدان الغنية لذلك نحن حقيقة علينا نركز بشكل نعيج على الحد من عدم استدامة الدين وعدم القدرة على تحمله وسيكون ذلك أحد الموضوعات التي سوف نناقشها خلال الاجتماعات السنوية ولكن المناقشات أيضا ينبغي أن تتخذ شكل إجراءات لحل المشكلات كما قلت نحن علينا أن نحقق هدفنا هذا فقد حققنا بعد التقدم وقد كانت هناك مبادرة تأجيل سداد مدفعة الدين وفي نفس الوقت إن المشكلة تتزايد وتتزايد وعلينا أن نجتمع جميعا حول الطاولة القطع الخاص والدائنين الثنائيين الكبار كالصين وأيضا نقوم بتسوية الدين ومسألة الدين في وقت مبكر حتى تمكن البلدان من أن تترفس وأن تحقق النمو ثم بعد ذلك تقوم بخدمة ديونها يمكنني أرى أننا علينا أن نتقابل مرة أخرى لأن تتحدث مرة أخرى لأن نرى مدى ما حققناه خلال هذا الأسبوع أمر رائع شكرا أنني أتطلع إلى ذلك شكرا ديفيد شكرا جزيلا السيدة المدير العام جورجيفا والسيد مالباس الرئيس مالباس وشكرا على هذه المناقشة الغنية بالمعلومات والتي تناولت الموضوعات الرئيسية التي نتوقع أن تنقشها الاجتماعات السنوية بالنسبة لكل الأحداث والفعاليات القديمة أرجو أن تتبعنا على IMF.org وعلى منصات التواصل الاجتماعي للصندوق شكرا اشتركوا في القناة